بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه نتحدث اليوم عن صورة من صور القرآن الكريم هي السادسة والأربعين في ترتيب نزول القرآن الكريم ألا وهي صورة الواقعة بدأها ربنا سبحانه وتعالى بقوله إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة هذه الصورة الكريمة هي من المفصل من القرآن يعني من الصور التي كثر الفصل بين آياتها فآياتها قصيرة وعدد آي هذه الصورة تسع وتسعون آية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث شيبتني هود وأخواتها ونص صلى الله عليه وآله وسلم على أخوات صورة هود فقال الواقعة والمرسلات والتكوير والنبأ هذه هي أخوات صورة هود ولو تأملنا هذه الصور لوجدنا أن فيها تحزير شديد من معصية الله وذكر لأهوال يوم القيامة وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة وقاه الله سبحانه وتعالى شر الفاقة والفاقة تعني الفقر يعني من داوم على قراءة هذه الصورة في كل يوم أو في كل ليلة فإن الله سبحانه وتعالى يغنيه ولا يعرضه للفقر والسبب في ذلك ربما يحتاج إلى تأمل لكن ما أهم موضوعات هذه الصورة الكريمة ورد عن سيدنا مصروق وهو من أئمة التابعين ومن علماء المفسرين من التابعين يقول من أراد أن يعلم أمر الأولين والآخرين أو نبأ الأولين والآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ أهل النار ونبأ أهل الدنيا ونبأ أهل الآخرة فليقرأ سورة الواقعة هذه الصورة الكريمة على وجازتها وقلة آياتها إلا أنها تحدثت عن كثير من مشاهد القيامة وقسمت أهل يوم القيامة إلى أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقين الذين هم أقرب العباد إلى الله وأكثر الناس صلاحا عند الله بيّنت الصورة كذلك آيات الله سبحانه وتعالى في الأنفس والآفاق فبيّنت الصورة الكريمة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون كل ذلك لتبين آيات الله سبحانه وتعالى في الأنفس والآفاق ليتأمل العقل المسلم ويدرك أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأن نعمه لا تحصى ولا تعد ثم بيّنت الصورة الكريمة قدرة الله على البعث بقدرته على قبض أرواح العباد وأن الله كما قبض أرواح عباده وهم بين أحبابهم ولم يستطع أحد أن يعيد روح حبيبه إلى جسده فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث هذه الأجساد وأن يحييها مرة أخرى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين كل هذه الآيات تبرز لنا فضل الصورة وتجيب عن السؤال الأول لماذا كانت هذه الصورة الكريمة تقي شر الفاقة وذلك لما اجتملت عليه من آيات بينات وحكم واضحات اجتملت على آيات قدرة الله واجتملت على بيان حقيقة وصدق يوم القيامة واجتملت على بيان صدق القرآن وصدق الرسول الكريم وهكذا فقد شملت كثيرا من الموضوعات التي من أجلها بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك استحقت هذا الفضل واستحقت هذه المكانة كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن كثير من الصور وأن لها فضل عظيم بسبب ما اجتملت عليه من موضوعات ومن قضايا تنبه العقل وتلفت النظر إلى حكمة الله وقدرته أو أن ذلك بسبب علاقة كونية لا ندركها نحن أو أنه بسبب وعد إلهي مصدق من قرأ سورة الواقعة وقاه الله سبحانه وتعالى شر الفاقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب حزننا وأن يذكرنا من القرآن ما نسينا وأن يعلمنا من القرآن ما جهلنا وأن يرزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا وأن يجعله لنا حجة يوم القيامة وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته